مرضى بلا علاج أو دواء ينتظرون الموت على أسراتهم دون حيلة أو قوة هكذا يريد ترامب أن يكون حل الفلسطينيين في المشاف المقدسية وما ذلك إلا ورقة ضغط يتلاعب بها كلما وجد صدًا على قراراته السياسية المتهورة من حكومات أو أفراد فلم يكتفي بقطع تمويل بلاده لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بل زاد على ذلك بوقف مساعدات مخصصة لمستشبيات بالقدس المحتلة بلغت قيمتها 20 مليون دولار وفقًا لما ذكرته صحيفتها آرت العبرية الولايات المتحدة الأمريكية وقدرت الرئيس ترامب تحاول ابتزاز والضغط على الشعب فلسطيني هذا القرار بقطع أموال المساعدات ما فيها 200 مليون الأخيرة نحن كنا نتوقعه تمامًا في إطار سياسة الابتزاز والتهديد والوعيد التي تمرسها الولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق أيضًا حول التمرير ما يسمى صفقة القرن وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن ترامب الذي فاز برئاسة الولايات المتحدة بدعم من اليمين المتطرف يواجه حملة ضغط واسعة من منظمات مسيحية في فلسطين ضد حرمان المرضى من العلاج وإدخال صراعاته السياسية بالقضايا الإنسانية الحساسة الأمر الذي عدته جهات فلسطينية وسيلة ضغط للموافقة على صفقة القرن ومما يؤسف له أن الفلسطينيين في غزة يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة ويرجع ذلك بقدر كبير إلى الحصار الإسرائيلي المصري الذي دام عقدا من الزمان فسكان القطاع البالغ عددهم مليون وثمانمائة نسمة ويعيشون على أربعين كيلو مترا يعانون أعلى معدلات البطلة في العالم وانقطاعا يوميا طويلا للكهرباء ومن نقص في الغذاء والمياه النظيفة ولإمدادات الطبية ترجمة نانسي قنقر